تنتشر بين الفنية والأخرى مقاطع مصورة أو تسجيلات صوتية أو نشرات مكتوبة تتحدث عن فوائد بعض الخضار أو بعض المواد الطبيعية في علاج مرض محدد أو حتى أمراض متعددة كعلاج السكر باليقطين أو بالباميا النيئة أو ما شابه من خضروات والتي يأتي التأكيد فيها على حتمية تحقق الاستفادة والشفاء من المرض المستهدف فما هي حقيقة هذه الأطروحات العلاجية أبدأ هنا بتقديم مثال مرتبط بفائدة اليقطين على وجه الخصوص في خفض مستوى السكر في الدم والذي يتم السؤال عنه من قبل الكثير بسبب ما يسمعوه من مقاطع مصورة ترتبط بهذا المنتج الزراعي ألا وهو اليقطين وهو مجرد مثال من مجموعة أمثلة وهنا أبين بأن المعالجة باليقطين أمر متداول في أوساط الطب الشعبي فقط فبعضهم يؤكد فوائده في علاج قرحة المعدة إذا أكل على الجوع كما يقولون والبعض يتحدث عن فوائده في حال ضعف الجسم العام الناتج عن بعض الأمراض كدرا أو عند علاج بعض الأمراض المايكروبية والبعض يذكر فوائده في علاج الجهاز التناسلي وإدرار البول وإطلاق الحبل على الغارب في علاج أمراض حرجة هو محل استفهام بل وعدم قبول من قبل العقلاء بل ويصل الرفض المطلق عند الحديث عن بعض تطبيقاته كالقول بأنه يعالج الدرا والأهم وهو ما أسعى للوصول له أن البعض الآخر يتحدث عن فوائده في خفض سكر الدم وهنا مربط الفرس وهو ما يأتي مشابها في أسلوب الطرح وطبيعة المغزى الذي تقدمه بعض النشرات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي من استخدام الباميا النيئة مثلا لعلاج السكر أو استخدام الخيار الهندي وغيره من محاصيل زراعية وخضراوات طبيعية فترى كل واحدة من تلك النشرات تؤكد على أهمية استخدام نوع معين من أنواع الخضار عند الإصابة ببعض الأمراض وأهمية الاعتماد عليها وترك العلاج الحديث كما يذكر بعضهم والبعض الآخر من النشرات تراه يسوق لاستخدام الزنجبيل بوصفه صيدلية متنقلة أو للمورنغا بصفتها علاج لمئات الأمراض وغيرها الكثير من أطروحات تدغدغ المشاعر من خلال تأكيدها على استخدام بعض المنتجات الزراعية في علاج بعض الأمراض ووصفها بالعلاج السحري وعلى نفس الإيقاع تستطيع عزف أي سمفونية تشاء بعد ملامسة أو تار مرضية أخرى تطرب من يعاني منها وقال الله الجميع هنا نؤكد بأن كل هذا يبقى على مستوى الطبابة الشعبية للطب الحديث وحينما أتحدث عن الطب الحديث فإني أتحدث عن مدرسة قائمة على قاعدة من الأدلة والبراهين وعلى قاعدة تحكمها نظم وقوانين محركة لها هذا أولا ثانيا التجارب الشخصية للأفراد وإن صحت لا تعد مرجعا يعتمد عليه في العلاج لتعمم بعدها على الجميع وهو أمر بديه ومنطقي ولكننا نأخذه كمؤشر يدفع للمزيد من البحث والتحقيق وضرورة تفكيك علاقة الارتباط بينها كتجارب شخصية قام بها أفراد ومتضمن استخدام غذاء معين مثلا وبين نفس المرض المستهدف عند العلاج بما تضمنته نفس تلك التجارب ومع كل هذا فإننا نقول بأن بعض الأغذية الطبيعية التي ذكرت بعضها في مقدمتي وإن لم تفد في علاج أمراض بعينها فإنها بشكل عام بإذنه تعالى لن تضر خصوصا إذا ما فهمنا حينها أننا واقعا ندور في فلك القاعدة الصحية الذهبية الناصحة دوما وأبدا بتناول الفواكه والخضروات بل وتفضيلها عموما على غيرها من مجموعات غذائية والخطورة الحقيقية واقعا لا تكمن في نصح المرضى أو حتى غير المرضى بأكل هذه المنتجات الزراعية أو غيرها من منتجات زراعية طبيعية طازجة وهنا لا بد أن يفهم كلامي بشكل واضح وهو أني لا أرفض أكل هذه الأغذية بل أنما أرفضه وأعده خطرا على صحة المرضى السائرين خلف هذه الوصايا واقعا يكمن في إصرار هذه المنشورات المسوقة لهذه التطبيقات الشعبية أو حتى الملمحة لها على ترك العلاج الطبي الموصوف في مدرسة الطبابة الحديثة كما يفعل بعضهم وللأسف الشديد عند نصحه لبعض الذين يعانون من أورام سرطانية وقال الله المؤمنين بترك علاجاتهم الطبية والذهاب وراء عنوين شعبية لا تستند لبينة أو برهان موسيقى اشتركوا في القناة